السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أولاد رجعنا لكم اليوم فيديو جديد فيديو هذا الجماعة الخير جميل لكم تجميع من امازون لأن كثير منكم بطلب من امازون ليقول امازون سير ارخص وليقول امازون مثلا يشحن اكثر بأولدان نيو انج ما يدعم شحلها فالحلقة رح تكون بادريل عن طريقة امازون جميل لكم تجميع بها رايزن 7 3800x مع RTX 2070 سوبر هذه اكثر تجميع تجيني على انستجرام فما بتطول فيديو جماعة الخير الفيديو هذا برعاية موقع SCDK او SCDK فيه كود خصم لطريق الويندوز سوف ارىكم كيف طريقة الشراء من عنده سهل جدا جدا ورح اضع لكم الرابق في الوصف فما بتطول فيديو اكثر من كده خلونا نبدأ هذه صفحة SCDK اللي عندهم ويندوز 16 دولار لكن عندنا خصم له باذن الله عن طريق خصم عن طريق الوصف اسفر الهيسوكا سوف اعطيك الخصم طبعا خصم ثالثة دولار طبعا جماعة الخير اللي يسأل فيه طيب ABA والمواقع هذا تبيع بأرخص أنا أقولك صح في مواقع تبيع بأرخص لكن يا حبيبنا الميزة في الموقع هذا عندهم لتواصل معهم لو كان عندك في الكود اي مشكلة اي مشكلة رح يبدلونك الكود لو بعد من الان الى مدى الحياة فأنا نشوف 13 دولار تقرد فاع من طريق البيبال وصل الخمس خمسين طبعا مع ضمان مدى الحياة وبرضه زي ما شووا اللي هو OEM الأو اي ام يا جماعة الكي هذا معناته أنه يراح يكون عن المذابورد فأنا أبدو الفيديو أكثر من كده جماعة الخير وأخليكم مع الفيديو طيب جماعة الخير عندنا هنا أول قطعة اللي عندنا من E-M-D Ryzen 7 3800X ثمان أنوية 16 ثرد طبعا يقولك انه قابل كسرة السرعة برضه ماكس بوت بوست 4.5 جيجا هيرتز طبعا الآن اي ام دي عنده مشاكل جدا بسيطة ان الكسر ما يوصل 4.5 يوصل 4.3 4.2 لكن استقبلا وعدت ام دي انها راح تحل المشكلة طبعا نقولك هنا الرام الريكموندد هنا وثاة 300 وبرضه عندنا يقولك انه تدعم الفورد جنيريشن بسائي اي فهذا شي جدا ممتاز وقيمته تقريبا 380 دولار لدي كرت الشاشة هنا من اروس او جيجا بايت اروس جي فورس ارتي اكس سبعين سوبر طبعا كرت جوعة الخير هو نفس اداء الالفين سبعين العادي لكن فيها تطوير في الاداء شي بسيط زي ما يقولون تقريبا نتكلم عن من خمسة الى عشرة فالممية على حسب اللعبة لكن هل اقول واحد اي جيجا اشتري الارتكس سبعين عادي او سبعين سوبر انا بشكل عام افضل دائم ان تشتري يعني خليك دائم مع الجديد لا تشتري شي رح عليهم مدير الخاصة ان الدعم رح يوقف للقديم اسرع من الجديد فخذ الجديد كما اخذ شي اجدد رح يكون الدعم مستمر معك اكثر هذا الكلام ينطبق على الفيديا وممكن مع اي اند رح يكون الدعم عندهم فترة اطول لكن خلوني نتكلم عن الارتكس سبعين الى هنا رح يجيك ثمانية غيجا جي جي دي ار سيكس كالعادة طبعا الويند فورس رح يجيك ثلاث مراوح تبريد وبها ار جي بي صحيح من اجمل كروت سبحت الجي جا بايت هذا وتبريد يعني يعتبر لا بأس به طبعا فيه كروت أفضل منه تبريد لكن هذا المهتم جدا من الشكل الجمالي والر جي بي وكذا هذا رقم واحد نحن في بعض الجوات الخير عندنا هنا ال MSI اللي هي الـ X570 اللي هو البودل الجديد حقه EMD تدعم PSI-E4 بها واي فاي برضه راح تدعم السوكت اللي هي EM4 راح تدعم الجيل الأول الجيل الثاني والجيل الثالث من وعالجة رايزل لكن ما أعتقد راح يأخذ من الجيل الأول والثاني يركب على مدربورت هذه لأنه تعتبر جداً غالية فتكلم عن الجيل الثالث هنا راح يدعم لنا بـ PSI-E4 بالراحة طبعا بـ PSI-E4 راح يدعم لنا سواء الـ M.2 أو الرامات أو حتى مثلا المعالج هو حتى أي شيء متعلق في القراءات راح يكون سرعتها أسرع من العادي فهذا شيء ممتاز وقيمة المدربورد هذه 200 دولار تعتبر نوعاً ما يعني سعرها نوعاً ما مع قوة على مدربوردات X570 غالباً ستكون سعرها أكثر طبعاً MSI ما يحتاج تكلم عن اللي هي الـ Edge عندنا هنا طبعاً شكلها جداً جميل وبها لمسة هنا زي ما نشوفون RGB بسيطة وبرضو ما يحتاج تكلم هنا فيها مدخل M.2 فيها اثنين واحد بـ Shield وحد دون Shield وصراحة تقبل سرعة الرام سرعة آلية دعونا نتأكد من كم راح تكون عندنا هنا اللي قرنت من الثانية أمس بدي راح أشوف سرعة الرام اللي هنا تقول كيف جوك شوف هنا Max Frequency راح تكون 4.4 جيجا هيرتز سرعة نفس الـ CPU ما أعتقدنا موجودة هنا لازم راح أشوف الخصائص لكن تقريباً تدعم سرعة 3600 سرعة الرامات فهذا شي ممتاز جداً برطان في شيء يتكلم عن المذابورد لأن المذابورد سبقاً بها كل المواصفات التي تحتاجها الجديدة زي ما يشوفون فيها مدخلين لـ M.2 1 1 وفيها مثلاً أربع مدافع الرام فيها تقابل كسر السرعة طبعاً وفيها RGB فيها مدافع المراوح وكل مكان موزعاً للـ motherboard وبها شوف مداخر حقيق المذابورد ماشاء الله بها كل المدافع سواء صوتية او مثلا مرئي مثل في HDMI غالبا يعني ما رح نستعمله لكن ما زل موجود عندنا زي ما تشاهدون فيه تقريبا ما يقارب سبع مداخل USB برضو فيه مداخل مداخل الصوت جميع انواع سواء بتاخذ الاو اكس العادي اللي هو ال HD Connectors او اللي هو ال Optical موجودة كلها و برضو فيه هنا اللي هو ال Flash Bice Button فما يحتاجك تدخل بايوس او اي شيء او بتحدث ماذر بورد يعني عندك او شيء على طول تغط الزر هذا مع تشفك ال USB في الفلاش و خلاص يتحدث عندك على طول فهذا انتهى كلامنا عن الماذر بورد هنا صراحة ان سعرها يعتبر النوعا ما ممتاز اللي هو ٢٩ دولار او ٢٩ دولار نتكلم لهم ٩٩ دولار فشيء ممتاز عندنا هنا جهة تخيار رامات من كورسير اللي هي ال Vengeance Pro راح اخذنا سعرها 3600 لان هذه تدعمها الماذر بورد بالراحة او سعرها تقريبا سعرها ١٠ دولار يعني يعتبر جدا وممتاز ما احتاج اتكلم عن كورسير لان اتكلمت عنها كثير فيديوهات لكن هي من افضل شركات تصنع رامات لانها مثلا حتى الاطار التبريد هذا جدا وممتاز ما هو بلاستيكي زي اكثر رامات لا راح يكون عندك الامينيوم و برضو هذا الشكل عندكم تشاهد الفتحات الصغيرة كأنها باكسلات صارف ال RGB ترى شكلها جدا جدا جميل في الواقع طبعا تقبل جميع انواع الماذر بورد الانظمة حقتها سواء لو عندك أورا سينك حق هذه الانظمات اللي اتكلم عنها اللي هو حق ال MSI وحتى ال RGB Fusion أو أورا سينك او حتى ال IQ هذا تطبيق خاص فيهم لو عندك ماذر بورد ما تدعم فصراحة جدا ممتازة وحيي صراحة ان كورسير لانها صراحة من اكثر من عامات اللي تعجبني سعر مقابل الأداء يعني فيه شركات مثلا نتكلم عن جيسكل حلوة لكن سعرهم احيانا يكون شوي ضالي لكن صراحة كورسير دائما سعره ممتاز جدا ما فيش يتكلم عنه اكثر من كده جماعة ولكن دائما عن رائز ان ناخده سرعة عالية قدره مستطاع عشان يعطينا أداء أعلى فهنا عندنا جوعة الخير اخذت كينغستن اردسك اس اس دي عادي اخذت 480 جيجا انا رهت تجهت لان عليه اردسك صراحة جدا ممتاز 52 دولار اخذ امداد 2 اخذ تقريبا انا وجهة نظر وجهة نظر شخصية انا قلت اروح مع الاس اس دي عشان يعطيه سعى تخزينية اكبر لكن اذا انت بتاخذ الامداد 2 ممكن تاخذ الجيل الثالث من البيسائي اي راح تكلفك تقريبا ما يقارب نص القيمة هذه على تقريب ما يقاربه 250 جيجا او انك تروح الال فور جنيريشن مع ان راح يكلفك واجه راح يكلفك فوقها تثمين دولار او 250 دولار على حسب السعر لانت اخذها فانا اخذ هذا اللي اخذ عليه النظام ان شاء الله لو كان لديك برنامج وانتاجه او اي حاجه راح تخذ عليه نفس الكنغسطن هذا الاس اس دي اخذت هنا 2 تيرا من البركودة من سيغيت اتش جديا عادي صاره 7200 وهو 2 تيرا بايت ثلاثة بوينت انش اللي هو الصغير ويجيك الهردسك ويجيك الكبير فاشوفه اللي راح يركب على البيسيوه ويجيك كلها مدون اي مشاكل في بعضها يجي ما هو احت دي احت دي مع اس اس دي لكن انا فضل هذا اللي سعره فأنا أشوف تجميع هذه اللي بيأخذها يأخذها اللي عنده مثلا جيمينج أو عنده قناة في يوتيوب بنفس الوقت ويعني يلعب ألعاب ثقيلة خفيفة ويسوي مالتي تاسكينج يسوي أشياء كثيرة بنفس الوقت يأخذ تجميع هذه سعرها مو يعني غالي أو يعني تعتبر هاي اند على الدرجة العالية سعرها يعتبر نوعا ما غالي لكن للمتمرس اللي بيسير كون قيمة جدا ممتازة مقابل أداء عندنا هنا جمعة الخيرة بورص الله من EVGA يأخذنا الـ Gold Edition 750W قيمته جدا جدا رهيب صراحة 105$ لا أقسى بها طبعا ما أحتاج أتكلم كثير عن البوارات التي هي EVGA أنا ما أحتاج ليقول مثلا إشتخذ نوع قديم أو نوع جديد وراء كلام هذا كلها من جمعة الخير دائما قيمتهم ممتازة لا يهم أي نوع أنا آخذ شوظوان هنا عندنا جمعة الخير خمس سنوات هنا طبعا سميموديلر أعتبره صراحة جدا ممتاز يعني أممكن أن تأخذ أنواع ثانية تأخذ مثل 650 على تجميل ذي رأي نح مشي لك الوضع لكن أنا أخذ 750 احتياطا وممكن تختار أنت الـ Gold Edition لأن تشوفها ممتاز لكن أنا أشوف هذه الـ GQ يعني نوع ما سعرها ممتاز وبرضو تدعم الشحن مباشر للسعودية لكن جوعة الخير هنا ضمان خمس سنوات برضو زي ما قلنا لكن جوعة الخير دائم لا تأخذ مثل باور تأخذ ألف واط مثلا أو 500 احتياط هذا يعتبر 850 واط إذا أنت مر يعني زي قلون مسوس فلا تأخذ باور أكثر من كده وبالأخير باور سواء تأخذ من اي بي جي اي ثرمال تيك والشركات هذه كلها جدا ممتازة وكلها راح تخدمك بالراحة زي ما قلون وكلها يعني بها الخير والبركة طيب جوعة الخير تجميع هذه كم قيمتها تجميع هذه جوعة الخير كاملة هنا راح تكلفنا مع لقيمة القطع مع قيمة الشحن راح تكلفنا ما يقارب 1600 دولار أي ما يقارب 6000 ريال تقريبا مع الشحن فأعتبره مبلغ جدا ممتاز فأنا جوعة الخير إلى هنا انتهى الفيديو حقي ما بيطول فيديوهاتكم من كده كان معكم بهاس الموقع تيسوكا ودعموني جوعة الخير ما بقى شيء بقى أقل من 200 مشتك نوصل 10 الاف ولا تنسى تستخدم كود الدعم حق موقع CSCDK راح يعطيك كود خصم للوندوز ما يقارب 3 دولار فشيء ومتحس راح يكون قيمة 13 دولار ونصف فأنا ما بيطول فيديوهات من كده جوعة الخير كان معكم بهاسل لعدتها مرة ثانية سبحانك الله بحمدك أشهد لا إله إلا أنت استفرك أتوب إليك في أمان الله موسيقى 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 موسيقى